متابعي قناة السرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها خطوات وتحركات في البرلمان التونسي كل مرة نسمع بمبادرة جديدة من صحب الثقة وإلا من تحركات ولقاءات سرية يعقده مراجد الغنوشي مع بعض النواب وعدد من النواب عدد كبير يعني نحكيه على عشرات النواب لعودة انعقاد البرلمان حتى ولو كان عن بعض اليوم فما مبادرة أخرى قدمت إلى رئيس الجمهورية من عشرات البرلمانيين التونسيين اللي هو البرلمان الآن مجمد بش نتعرفوا على المبادرة هذي شنوا فيها وشنوا ركاس وشنوا رسائل الموجهة إلى رئيس الجمهورية وهل يتفاعل مع هذه المبادرة أم لا في البداية فضلا وليس أمرا كان أنت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تفعل الجرس بش تصلكم الفيديوهات القادمة العشرات من النواب في هذا البرلمان المجمد اللي تم اتخاذ قرار التجميد يوم 25 جوليا تقدموا بمبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وكنا في الساعات الماضية سمعنا برشا ندائت وبرشا رسائل وبرشا كوتل وجهت رسائل إلى الرئيس وقدمت عدة مبادرات المبادرة اللي نحكي عليها اليوم فيها حل وإلا مجموعة من الحلول للأزمة اللي قادة تعيش فيها تونس ولكن حاجة مهمة يسر هو أن نقض ولا نحل المشاكل والأزمة هذومة في إطار الدستور وما نخرجوش على الفصول الدستورية يعني نلقى وإنه قرارات رئيس الجمهورية خاصة إيقالة الحكومة وتجميد البرلمين ورفع الحصنة على كل النواب تدخل حاليا عندنا ممكن شهرين في الشهرين هذومة معمنا حتى خطوة ملموسة اليوم بملاحظة الجميع لفم حكومة ولفم أخبير على البرلمين شنوه بشي سير فيه الله أعلم شنوه اللي بشي سير النائب المجمد في البرلمين حاتم المينسي أكد فيه تصريح أعلامي أنه المجموعة متع نواب هذومة اللي أمضاهوا على هذه المبادرة هما سبعين نائب من مختلف الكتل البرلميني من برشا كتل مش من بعض الكتل فقط باستثناء بطبيعة حركة النهضة كتلة النهضة وكتلة تلاف الكرامة وحتى قلب تونس رهم موجودين قلب الفيسة على حركة النهضة وأغلبيتهم مع الموجة الجديدة المبادرة هذه طالبوا فيها أنهم يتقابلوا أولاً مع رئيس الجمهورية قيس سعيد باش يلوجوا على حل للأزمة السياسية الراهنة في البلاد وإزالة الغموض على المشهد السياسي دائماً نقول في إطار الدستور ونواب هذوما أكدوا أنهم يضعوا أنفسهم وإمضاءاتهم على ذمة رئيس الجمهورية قيس سعيد وينتظروا عندهم أمل كبير يسن من رئيس الجمهورية أنه يعيط لهم يقود معهم يحكي معهم يسمع منهم ويستمع إلى المبادرة أمتاحهم هل يقبل قيس سعيد أنه هو يعني يقبل إمضاءات النواب وإلى يتعامل معهم وإلى ليه هذا طبعاً الجواب هو لي لأنه قيس سعيد رافض التعامل مع كل البرلمانيين ومع كل الأحزاب ومع كل المنظمات باستثناء بعض المنظمات اللي يستقبلهم في فترات استثنائية لا أكثر ولا أقل شنو الحلول اللي قدموها السبعين نائب هذوما في المبادرة متاحهم حسب نائب المجمد عايشي الزميل اللي أكد أنه المبادرة هذية يتولى فيها البرلمان يعني يعود يرجع البرلمان يخدم ولكن لمدة محدة يعني ما هوش رجوع كامل المدة المحدة هذية يتم فيها منح الثقة للحكومة اللي بش يعملها قيس سعيد واللي هو التولى عملها لخطر لعنة لبرلمان ولا عنا حتى شيء ولا عنا برنامج ولا عنا حتى شيء بهشني يقولوا نويب هذوما يقولوا خلي يرجع البرلمان الفترة مؤقتة أولا نصادقوا ونعطيوا الثقة يعني وكأنه مسبقا من تواب يعطيوا الثقة للحكومة القادمة نقوموا بتنقيه قانون الانتخابات وتقيد الدستور إثر حوار وطني نعمل حوار وطني نبدل فيه الدستور وقانون الانتخابات ونعملوا انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في في ظرف ستة شهور وإلا عام به يقول القايل أنه مثلا الشكون قال أنه كيف يرجع البرلمان بعد بشي عاود يتحل مثلا من لولو جديد وكأنه ولينا نلعبه وولينا نستهينه بعقول الناس ونستهينه بيئة الإجراءة هذا البرلمان اللي يفم برشن ويب أصلا في وسط البرلمان أصلا هو ما ضد عودة البرلمان وقال لك هذا البرلمان انتهى ولا مجال ما عنده حتى معنى أنه بعد اللي ساير الكل بعد الشهرين ذو مل كلهم نعود ونحلو البرلمان ونرجع ونقض مملوله جديد ولكن في المقابل في المقابل زادا ما فم حتى معنى أنه نقض من غير مؤسسة برلمانية لازمنا حل نمشيه فيه القدام بيش نعملو انتخابات تشريعية فما زوز حلول أمام رئيس الجمهورية في الواقعية إما يقبل التعامل مع نويب ويقبل الاستقالة تمتاحهم من البرلمان وبالتالي يتحل وهذا يقعد ديما دستوريا أو أنه هو يتجه إلى استفتاء شعبي الاستفتاء الشعبي أنت مع حل البرلمان أو لا إذا كان الشعب التونسي يقول أنا مع حل البرلمان ديريكتما بيش نتواجه وقت فيتم حل البرلمان ونمشيه يعني انتخابات تشريعية سيبقى لأوين هتكون شرعية وأمورها واضحة إما نقض لهذه لهذه لأنه عملو حتى شيء يعني نقضه في مشه الضبيب كما هكذا فهذا يعني لحقيقة مقلق برشا الأمر هذا حسب المبادرة يتطلب ستة شهور العام قيسة سعيد كان أكد في أكثر من مناسبة أنه يحترم الدستور ولكنه بدأ يلمح في التصريحات الأخيرة إنه راو مش بش نبادل الدستور الكل بش نعادلوا بعض الفصول في الدستور شكون اللي بش يعدل إذا كان البرلمان مجمد وما فمش انتخابات أخرى وما فمش حتى شيء حسب المتابعين فإنه قيسة سعيد قد يلتج إلى لجنة وإلى خبراء في القانون الدستوري كما اللي قابلهم وحكين عليهم يلتج لهم هما اللي عادلوا الفصول في الدستور أيما كيفيش بش نختاروا الفصول اللي بش نعادلوهم ونهم هما وعليش بش نعادلوهم هما بالذات وشنوا بش نعملوا فيهم بالضبط وهل هذا يعني معقول إنه مثلا بليثة ولا اللي هو مهما كان يبديوش حتى عشر ولا عشرين أستاذ قانون دستوري هما اللي بش يكتبو شكومش صدق علي تعديلات البرلمان في ظل عدم موجود برلمان والشعب التونسي وينه دوره وين الإرادة الشعبية هل هو بش يقبل التعديلات هذه وإلى لا بش يوافق عليها وإلى لا إشكو بش نعملوا من بعد استفتاء وإلى لا من نرجموش نعملوا الاستفتاء هذي إذن عدت أسئلة محيرة إلى جانب أنه برشة وينسا هما يوافقوا قيس سعيد في قرارة 25 جوليا وهما يدعموه ولكن في الحقيقة يعني شهرين كاملين من غير حكومة من غير برلمان من غير حتى إجراءات من غير حتى منحطوا الناس اللي يقول عليهم قيس سعيد اليوم وما كان هما الطبيعي السجن محطيناهمش في السجن مش نحطوهم أحنا مش نحطوهم في السجن ولا هو يحطوهم في السجن يعني حرك للقضاء للسجن لا أكثر ولا أقل وهذه الأمور تكون يعني قانونية وتكون في إطارة دستور وتكون يعني منظمة وفي حقيقة الأمر فما عدت فصول دستورية اللي لازم يعود النظر فيها كما قلت الإشكال هو إنه ما فهمش برلمان والإشكال هو إنه شكومش صادق على التعديلات وشكومش يعملها والشعب الشعب من هذي الكل يحب يقول لك إن نحب نعطي رأي ونحب نشرك معناها في وضع القوانين هذية والقانون الانتخابي خاصة كيفش بش يتبدل وصلاحية الرئيس وتغيير النظام السياسي هذي كل الحقيقة ما زال يعني غامض إلى حد الآن ننتظر توضيحات في الساعات القليلة القادمة من رئيس الجمهورية قيسي سعيد